اهلا بكم في فقرة السيرك معنا النهار ده اختبارات ثبات للتوسن وكل المنافسين بتوحها تقريبا فاكرين عم خفير ده كبير السوائين ورئيس ربطة النقل الجماعي بمدينة بلطيم والمشرف على الاختبارات دي رجل خبرة راشق ليل نهار على فورزا هورايزون فمحدش يستقل بيه وخليوها نبتدي اول اختباراتنا مع هوندا CRV موديل 2018 للأسف الموديلات اللي احدث من كده ملهاش اختبارات على سرعة 79 العربية ما قدرتش تكمل اصلا فدخلت على سرعة 77 ولعبة لعبة السلم والتعبان زي ما احنا شايفين كده فيه تمايل كبير جدا في جسم العربية مش بياهيلها ان هي تحافظ على مصرها وعلى سرعة 76 الدنيا ما كانتش ألطف حاجة والسرعة الوحيدة اللي نجحت عليها هي سرعة 75 وخرجت على سرعة 43 العربية اللي بعد كده فولكس فاج انتيجون موديل 2020 العربية دخلت الأول على سرعة 78 ولعبة المرجيحة زي ما احنا شايفين كده فيه ميل كبير في جسم العربية والعربية قعدت تتنطط اك انها ركبة ترامبولين مش باقول لكم سيرك المهم دخلت بعد كده على سرعة 75 والقصة برضو ما كانتش أحسن حاجة العربية اي نعم كملت الاختبار بس خرجت بسرعة بطيئة جدا والحقيقة ان هي قدرت تنجح على سرعة 77 ودي سرعة النجاح بالنسبة للاختبار ده البداية ما كانتش أحسن حاجة بس انها هيت كويس نخش بعد كده على تيوتا ريف موديل 20-21 اول سرعة دخلت عليها سرعة 75 وشادت الإقماع اك انها بتلعب بلياردو بالزد زي ما احنا شايفين برضو في التصور البطيء ميل البدن عالي جدا جدا بيوصل لمرحلة ان العربية بتفقد قدرتها تماما على التوجيه المهم دخلت بعد كده على سرعة 74 ولطشة أمع وهي خرجة خدت التاني الدنيا مش أحسن حاجة دخلت بعد كده على سرعة 72 برضو لطشة أمع مش عارف هنروح فين تاني بعد كده ندخلك على 50 المهم أحسن نتيجة لها كانت على سرعة 72 وزي ما احنا شايفين كده طلعت الطوح كمان من الاختبار نتيجة بائسة جدا للريف المشكلة كمان ان السرعة اللي خرجت عليها سرعة 18 انا لو ماشي على رجلي هبقى أسرع من كده نخش بعد كده على الشيروكي اللي تاريخها في الاختبار ده زي الزفت حرفيا على سرعة 71 قدرت تنجح الحمد لله بدون اي خسائر على سرعة 74 الدنيا كترحها في ده العربية تحس انها عاملة زي فرقة الفنون الشعبية في طريق التمايلها يمين وشمال على سرعة 75 شلت لقمع وما قدرتش تكمل أصلا يعني هي السرعة الوحيدة اللي نجحت عليها كانت سرعة 71 ودي نتيجة زي الزفت زي ما قلت نخش بعد كده على المازدى CX5 موديل 2017 دخلت أول حاجة على سرعة 77 والحقيقة ان هي أنهت بنجاح كبير جدا على السرعة دي زي ما احنا شايفين هنا فيه تمايل في البدن مش هقولك انه مفيش بس نوعا ما مع حجم العربية مقبول والحاجة التانية ان العربية ما فقدتش قدرتها التوجيه مع التمايل ده فدخلوها بقى على سرعة 78 والحقيقة ان هي لطشة قمع بس قدرت تكمل برضو نتيجة كويسة جدا بالنسبة للعربية دي على اقل نجحت في سرعة 77 بعد كده نخش على سبارو فورستر موديل 2019 دخلت أول حاجة على سرعة 79 بثقة كاملة وفشلت فيها بعد كده دخلت على 78 والحقيقة انها برضو كانت نتيجة سيئة جدا ميل بدن مع عدم قدرة التوجيه مع كل الحبشتكنات اللي ممكن تتخيلها دخلت بعد كده على سرعة 76 وبردو النتيجة كانت سيئة هو تقريبا الرجل اللي سائق العربية نسي ان المدام كانت قيلال ويجيب خضار هيجيب ويرجع تاني عادي يا جماعة وكانت افضل محاولة لها على سرعة 77 الحقيقة هي كبستنا في الاخر ونجحت في الاختبار بعد كده هنخش على نيسان اكس تريل موديل 22 دخلت اول حاجة على سرعة 77 والنتيجة كانت بقسة تماما دخلت على 76 والحقيقة انها لطشة امه وهي دخلة وخرجت بسرعة السلحفة دخلوها على 74 وبردو النتيجة ما كانتش فرق كتير مش عارف ليه العربية دي محاسساني ان هي ماشية فزفة بالتعبان اللي هي عمالة تعمله ده وكانت افضل محاولة لها على سرعة 74 وخرجت على سرعة سلحفة زي ما قلت سرعة 19 حاجة برضو باقسة جدا للنسان ميل البدن في العربية بيقدي ان التوجيه بتاعها بيبقى صفر مفيش توجيه خالص هنشوف بعد كده بقى مفاجئة الاختبار ده وهي كيا سبورتيج موديل 22 تخيلوا بقى هي منفاجئة سعيدة ولا حزينة خلونا نشوف دخلوها الاول على سرعة 81 اللي هو اوع وشك يعني طبعا الموضوع صعب جدا دخلت بعد كده على سرعة 76 وبردو فشلت واضح ان هي هتبقى مفاجئة سيئة خلونا نشوف برضو لسه الاختبار مخلص وافضل محاولة لها كانت على سرعة 80 سرعة كويسة جدا جدا للسبورتيج انا نفسي ما كنتش متوقحة الحقيقة العربية مع ان فيه ميل في البدن كبير فيها بس التوجيه فيها كان ممتاز هنخش بقى على بطلة الفيديو ده وهي التوسن ومعنا التوسن موديل 21 اول دخلتها كانت على سرعة 78 والحقيقة ان هي اصلا ما قدرتش تكملها برضو ميل البدن هنا عالي والتوجيه كان رايح في دهيا طيب خليها نشوف الدنيا تتحسن ولا لا دخلت على 76 والدنيا ما كانتش برضو افضل حاجة بس يعني لطشت امة واحد على سرعة 74 برضو لطشت امة وكانت افضل محاولة لها على سرعة 71 برضو نتيجة بائسة جدا طيب تعالي نشوف الموديل الاحدث بتاع 22 الدنيا هتبقى فيه احسن ولا زي ما هي الحقيقة ان النتيجة كانت احسن لان احسن سرعة حقيقتها كتا على سرعة 74 يعني نقدر نقول ان العربية دي طورت في سنة 3 كيلو بس يعني فيه تحسن فيه امل على 20 35 نوصل لل 77 في نهاية الفيديو خليني اقول لك حاجة ان العربية اللي نتيجتها عجبتك تبقى عربية كويسة والعربية لما عجبتكش نتيجتها وانت مغمض هيبسوق تحبوا ايه العربية اللي بعد كده نستعرضها نستعرض كل منافسيها بس بشرط طبعا الاختبارات بتاعتهم تكون متوفرة